انت ايه اخرتها معاك يا احمد سعد صحيح يعني بما اني بقى منفعل فخد بقى معنش مني الانفعال انت وبعدين معاك احمد سعد صحيح احمد سعد طلق للمرة الرابعة طلق للمرة الرابعة وزوجات وطلاقات وخناقات احمد سعد الزوجية اكتر من اجنياته يعني ما بين اجنية واغنية فيه يا جوازة يا طلاقة ولو ما فيش جوازة وطلاقة يبقى فيه خناقة في النص وطلع في برنامج بيشتم طلقته وطلقته راجعة ترد علي وتشتمه وشفناها كتير شفناها كتير هذه هي الزيجة الرابعة وفجئنا مش هو اللي اعلن فجئنا من زوجته او اللي هي دلوقتي بقى طلقته لان هي اللي بتقول طلقته اللي اسمها علياء اللي صورتها هي معاه في الشاشة ودي كانت صورتهم وقت الزواج دي الصورة دي وقت زواجهم مع بعض ان هي كتبة بقى علياء كتبت النهاردة ان هو طلقها ودي الكلام اللي نازل هتولي على الشاشة كبيرة يا ناس ادي الكلام اللي نازل على صفحة علياء بسيوني كتبة كده كلام على لسانها وعلى مسئوليتها كلام على لسانها وعلى مسئوليتها انا مجرد ناقل لكلام طليقة احمد سعد الحمد لله على كل شيء تم الطلاق بيني وبين احمد من شوية بناء على رغبته حب اشكر رغبتي يعني رغبته هو يعني هي ما كانتش عايز ابطلق حب اشكر احمد جدا على اصله الغير طيب ومعدنه السيء وفقا لكلامها ولسانها وحب اقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميلة اللي انا حقيقة عبت فيها الوحدي تماما وحاولت وعدت بمواقف مفيش حد في مكان يقبلها عشان الاسرة دي وعشان المشوار اللي ابتديته وماكنتش حبا انه ينتهي شكرا على توقيتك الجميل وانا اعدى ببنتي تلت ايام وانت مش عارف عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك اكبر شكر على المقلب اللي انا خدته في العلاقة دي واللي كنت فهمة ان ليها قيمة بيني وبضحي ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى ربنا معايا انا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت الكلام كله الكلام كله على عهدة وبسئولية علياء بسيوني اللي اعلنت دلوقتي انها اصبحت او تحولت من زوجة احمد صعد الى طريقة احمد صعد فانا بسألك احمد فعلا طبعا اي حد هيسمعني دلوقتي هيقول لي يا تامر ما تدخلش لحياته الخاصة هقول له لو كانت حياته الخاصة بس الحقيقة تعلمنا والحقيقة علمتنا ان النجوم حياتهم مش خاصة والزواجهم مش خاص وطلقهم مش خاص واسرارهم حتى مش خاصة تعلمنا كده ان دي ضريبة النجومية ضريبة الشهرة في حد يقدر يبقى نجم وقافل على نفسه باب وما حدش يعرف عنه حاجة صعبة جدا صعبة جدا الا من رحم ربي يعني استثناءت بسيطة والاستثناء هنا يثبت القعدة ولا ينفيها ثم ما بالك بقى كمان لما يكونوا هم النجوم دول هم اللي جابوا لنا حياتهم الخاصة الحد عندنا هم اللي بيطلعوا يتكلموا عن بعض في الاعلام يعني شفتوا احمد سعد وطليقاته احمد سعد وطليقاته شفتوهم كم مرة في برامج ما بيتكلموش عن الفن بيتكلموش عن الاقوميات ما بيتكلموش عن الافلام بيتكلمو عن الخناء اللي في الحصلة وازاي جاوزتوا وازاي اتطلقتوا وإيه سبب الخناء وإيه سبب المشاكل ووالله حوريك لا والله ده انت اللي كذا كم مرة شفتوا عكادي يبقى احنا اللي بنطلع الاسرار مرة ولا هم اللي بيجيبوننا اسرارهم وحياتهم الزوجية وحياتهم الشخصية لحد عندنا سواء في الاعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي في السوشال ميديا هم فبالتالي لا يلوموا إلا أنفسهم لا يلوموا إلا أنفسهم اللي يطلع معدته واسراره وإحشاءه بره ما يلومش الناس ان هم بيتفرجوا ما انت يا ابني اللي بطلعها ثم بقى الحاجة الغريبة جدا يا محمد وأحمد سعد عارف ان انا بحبه جدا وان هو صاحبي جدا وان انا كنت من اكتر المذيعين اللي شجعوه في بداياته تشجيع هو نفسه ما كانش مصدقه كنت بقابله زمان وقابل 2011 بشوية كده وكان هو لسه طالع وكان لسه شاب صغير وقت ما أنا كنت بقدم البيت بيتك وكنت بقابله في حيثة وابتعه وقول له يا ابني انت حتم بحاجة كبيرة انت موهبة وربنا بديك احساس وصوت وقدرة وابتعه حافظ عليها وصمم وكمل وحتوصل وساعتها يقول لي والله انت اللي شايف فيها مش عارف ايه ببتاع وربنا كرمه من واسعة من واسعة فبالتالي اي كلام عندنا بقول هذا الكلام عشان انا بحبش احمد او بتاعك اطلاقا احمد ده اخوي الصغير وبحبه جدا وبحب اغانيه جدا بس عايزه يهدى شوية في موضوع الجوازات دي يا محمد واحدة واحدة يا ابني انت لسه صغير وبسم الله مش الله فرامت اربعة ايه بقى هتكمل الدستة هتقفل المجموعة هي فورة يا ابني فورة بالراحة يا احمد بالراحة يا ابني خصوصا كمان ان انا بقى مش مصدق دي انا طبعا ما عرفش طريقتك السيدة المحترمة علياء اللي هي طلعت دلوقتي وكتبت هذا الكلام بس انا توقعت وكتير من الناس اوي توقعوا انه علياء دي بالذات او الزوجة الرابعة دي بالذات انت حتحافظ عليها اوي ليه ايوة زي ما حركوا كتير منكم قلتوا دلوقتي لانها هي تحديدا كانت وش الخير عليك اوي 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 يعني انا معلومات دي الزوجة الرابعة بعد ما طلق ثلاثة هو كان مجاوز واحد اسمها لبنة وبعد كده تجاوز الممثلة والفنانة نريم البرودي وبعد كده تجاوز الممثلة والفنانة سمايا الخشاب وبعد كده تجاوز الاستاذة اللي مش ممثلة ولا فنانة عليها اباسيوني فدي الرابعة بعد ما طلق الثلاثة دول الثلاثة دول طول الوقت كان الدنيا فيها تخبط ويعمل اجنية ما تنجحش اوي والدنيا تروح وتيجي ومش عارف ايه تمام من ساعة ما تجاوز علياء وهو يكوح في اجنية تنجح يكوح يعني عدسي بدل من اقول الله دي ترعي اجنية علوة بسم الله من شاء الله ربنا كان صرف له رزق اخر سيزونين اخر اتنين مواسم ان كل اجنية بيطلحها يبقى فيها تركيبة كده ربنا موفقها تكسر الدنيا تكسر الدنيا فحد يبقى معاها واحدة والشاء حلو كده ده حتى لو بس والشاء حلو وفعلها حلو وادمها حلو ده نمسك فيها دايب اسناني ده فيه ناس فيه اتحاد المتزوجين والازواج يقولك ست او الزوجة بالذات عتبة الزوجة عتبة يعني ايه يعني عتبتها كويسة يعني عتبتها مش كويسة زوجة تجيب الخير وزوجة تجيب الخير فلما تلاقي زوجة تجيب الخير غريبة قوي وحرجع وقول في النهاية انت حر يا ابني وانت قدر يا ابني بس ايه ده شوية لان احنا تعبنا وراك يا ابني كيف هي قوي كده على الاقل السيزون ده والسنة الجاية نبقى ندور على الخمسة سوا على الانت شكرا